اشتركوا في القناة مدخم مطب صناعي بأحدى شوارع بريطانيا وكان هذا المطب بنفس ارتفاع سيارة ركاب وبالطبع لم ينجح المرة في عبور هذا المطب العملاق وعندما تأكد الجميع من صعوبة عبور هذا المطب ظهرت سيارة لاند روفر بالطريق وقامت بعبور هذا العائق بكل سهولة لتؤكد شعار الشركة وهو سيارة نابعة من الطبيعة متأقلمة بالمدينة بالطبع حيلة كتلك لا يمكن تنفيذها إلا بمساعدة سائق بارع ويرجع الفضل أيضا إلى تزويد السيارة بنظام مكافحة الطرق الوعرة وإيضا نظام تحكم إلكتروني للمساعدة على توازن واستقرار السيارة ثانيا ترويفيت روك شيفرولي يقام بأمريكا الجنوبية واحد من أخطر سباقات السيارات بالعالم ويعتبر مسار السباق الخطر هو المنافسة الأول للمشاركين حيث يتم إقامة هذا السباق بالطريق الذي يفصل بين شمال المكسيك وجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية ولا يستطيع أي سائق عادي أن يعبر هذا الطريق الذي تملأه المنحدرات الوعرة بل وحتى سيكون الأمر صعب للغاية بالنسبة لهواة تجربة السيارة المعدلة لكن هذا ليس صعبا على متصابق السيارة الشهير بيجي بالدوين والحاصل على العديد من الميداليات والجوائز العالمية ولهذا يعتبر هذا الطريق هو الأنسب وهذا بالطبع بمساعدة سيارته ترويفيت روك شيفرولي الشبيهة بالوحش والمزودة بمحرك بقوة 800 حصان وبسعة 7 لتر ونصف فضلا عن كونها مزودة أيضا بمحركين آخرين بقوة 935 نيوتن وتسالك تلك السيارة 76 لتر بنزين كل 100 كيلومتر وعلى الرغم من هيكلها الخارجي القوي والثقيل ألن تلك السيارة قادرة على زيادة سرعتها حتى 240 كيلومتر بالساعة ولهذا ليس من الغريب إذن أن تخترق تلك السيارة الطرق الوعرة التي يصعب المرور بها الجدير بالذكر أن بيجي بالدوين قام بإضافة بعض تعديلات إلى تلك السيارة ليخوض بها هذا طريق المستحيل وسبب دخوله إلى هذا السباق كان محاولة منه لمرهنة صديقي نانديل سيريان لعيب البوكر والممثل الشهير وعندما حان وقت السباق كان مذهلا للغاية ونزل بالدوين بسيارته إلى الشارع واستطاع أن يقفز بها من فوق المنحدرات والسلالم بل وحتى من فوق الناس أيضا تم تسجيل هذا الفيديو عام 2016 بواسطة شركة هولغيرنز الرياضية الشهيرة وبمساعدة شركة فوركس هوربزيون المتخصصة بألعاب الفيديو ويظهر بهذا الفيديو حيل في قيادة السيارات مذهلة وخطيرة للغاية وقد تم استوحاء هذا الفيديو من أحدى سلالات ألعاب الفيديو التي أنتجت فورس هورزيون وقد تم استخدام سيارة فورد فوكس لتصوير هذا الفيديو وهي سيارة خارقة بقوة 600 حصان لكن سرعتها القصوى ليست عالية كفاية حتى تبلغ فقط 232 كم في الساعة لكن على كل حال تم تعديل تلك السيارة حتى أصبحت قادرة على التوغل داخل المنحنيات وطرق الوعرة وتم الاستعانة بمتصابق أمريكي محترف لخوض تلك التجربة والذي يدعى كين بلوك والذي اشترك من قبل في العديد من الصباقات الخطرة كما أنه بارع أيضا في رياضة التزلج على الألواح والدراجات النارية وبالطبع سباق السيارات وفي هذا الفيديو استطاع أن يظهر مواهبه بسباق جيمخانة وهو عبارة عن سباق سيارات شعبي يقام سنويا باليابان وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وبريطانيا وبالطبع يتميز هذا السباق بمساراته الوعرة التي يصعب عبورها لكن الهدف من هذا السباق لا يختلف عن سباق السيارات الأخرى وهو إتمام الجولات في أقل وقت ممكن حيث تم تصميم طرق هذه السيارات بشكل خاص تجعل السائق يقود معتمدا على الدرجة الأولى والثانية فقط كما أن الطريقة ممتلئة بالعوائق كالمخريط وإطارات السيارات والبراميل والعديد من الحواجز الأخرى ولهذا على السائق أن يقود سيارته بوضع نظام معين لكي ينجح في هذا فعليه ذنين يظهر العديد من تقنيات القيادة فعلى سبيل المثال حيانا يتوجب على السائق إجراء دورة كاملة 360 درجة ويعتبر كين بلوك واحدا من أعظم السائقين الذين قد يشاركوا في سباقات كتلك فكل الحياة التي يجرها بالفيديو كانت تزداد تعقيدا كل مرة والمحترف فقط هو من يستطيع أن يخوضها بنجاح في أول محاولة له فتلك المناورات مثلا غالبا لا تنجح إلا بعد عشر محاولات والمثير في الأمر هو تواجد هذا المسار على حافة جرف يبلغ ارتفاعه حوالي 6 أمتار ولهذا لا يشترك بهذا السباق سوى المحترفين فقط فلا تحاول إذن تجربة هذا بسيارتك ويتواجد بداخل سيارة فورد فوكس انبوب اكس جي لاستخدامه في حالة الطوارئ فضلا عن تواجد عدة غواصين داخل المياه تحسبا لوقوع أي حادث من السهل طبعا تخيل سيارة الرياضية وعصرية مزودة بمحرك يبلغ قوته 1600 حصان ويتتوغل بكل قوة داخل المياه كتلك السيارة مثلا التي تمتلك بداخل هذا المحرك الخارق وقد سمحت تلك السيارة التي تتمتع بتلك القدرات المذهلة لسائق يدعى إنجيون جيرموسون بأن يحطم الرقم القياسي في القيادة داخل المياه حدث ذلك خلال أحدى سباقات الفورميلا وان بأيس لندا واستطاع جيرسمون أن يقود سيارته فوق المياه بسرعة 87 كم بالساعة قاطع مسافة قدرها 305 متر في 7 ثوان فقط ويقام هذا السباق الذي ترونه أمامكم على الشاشة بأيس لندا وذلك مرة واحدة كل سنة الجدير بالذكر أن هذا النوع من السباقات يعرف أنه لا يقام إلا في الولايات المتحدة لكن في الواقع تعتبر أيس لندا أيضا مشهورة بهذا النوع من السباق نظرا لما تملكه من مناطق جبلية واعرة وهذا بالطبع مكان مثلي لإقامة مثل تلك السباقات وجميع السيارات التي تشارك بهذا الحدث تتمتع بتصميم فريد من نوعه فتكون مصممة من جزئين مختلفين الجزء العلوي مكون من جيب رانجر بينما الجزء السفلي مكون من سيارة دفع الرباعي في الواقع لا يوجد قيود على تعديل التصميم لكن الأهم أن يكون بها أربع إطارات وأن لا يقل وزنه عن 600 كيلو جرام وليذا يلجع السيقون إلى الإبداع في تصميم سياراتهم بأنفسهم لكن لكي تكون سيارة قادرة على التوغل بكل قوة داخل المياه والوحل يجب أن تكون مزودة بإطارات عملاقة مصنوعة من المطاط المقاوم فيسمح لها تصميمها هذا بالسير بكل سهولة فوق الرمال والوحل والمياه بجانب أيضا مهارة السائق خامسا روكي كرولينغ والآن سنتحدث عن الجزء الأهم بسباقات فورميلا أوف رود ففي الواقع هذا النوع من السباقات مذهل للغاية حيث يقوم السائق بقيادة سيارة روكي كرولينغ ثم يقوم بالصعود بكل ما يملك من سرعة إلى أحدى التلاته ليظهر للجميع مدى براعته في الحفاظ على توازن السيارة ومسار السباق بأكمله يعتبر فقط مكونا من تلال واعرة مليئة بالسخور المنزلقة وأحيانا يتخطن حضر بعض تلك التلال إلى 90 درجة وأحيانا لا يستطيع الصائق الوصول بسيارته إلى قمة التلة نظرا لعدم استقرار السخور وشدة حضار التل الذي تجعل السيارة تتراجع مجددا إلى الخلف لكن فقط المحترفين هم من يستطيعون تحقيق هذا ولهذا يلجأ السائقون إلى تركيز انتباههم على الإتراط فيقوم بتعضيلها وإضافة بعض التغيرات عليها وذلك لزيادة قدرتها على الثبات وعدم الانزلاق بالأماكن الوائرة وأحيانا يلجأ السائقون أيضا إلى تزويد سياراتهم بمحركات تربونية بقوة 800 حصانة كما أن أكسيدا نيتروز سيساعد على قوة دفع السيارة على تلك المنحدرات ترجمة نانسي قنقر